سنبقى ممسكين بالزمام الأمور بهذا حسم الجيش الجزائري موقفه من المظاهرات الرافضة لتنشح بوتفريق لولاية خامسة وكغيره من جيوش المنطقة لم يختلف خطاب رئيس أركان الجيش الجزائري عن غيره بين تفضيل الأمن والأمان كنعمة أو التهديد بالعودة لما سماها سنوات الجمر والألم وتجنيب الجزائري ما وقعت به بلدان الربيع العربي من أحداث واضطرابات وهذا الاستقرار الثابت الركيز سيزداد التجدر وسيزداد ترسيخ وسيبقى الشعب الجزائري يرفل في الضل هذه النعمة وسيبقى الجيش وطني الشعبي ماسكا بزمام وقاليد إرصاع هذا المكسب لكن خطاب السلطة العسكرية لا يبدو أنه يروق للحركة الطلابية والشعبية الغاضبة في الجزائر والتي وصفت تظاهراتها بالأضخم ضد الحكومة منذ الثمانينيات والتسعى نطاقها وخصوصا بعد أن رأى المتظاهرون خطاب أبو تفريقى على أنه ليس أكثر من حيلة ممن يديرون البلاد من وراء واجهته لكسب الوقت إلى حين اللحظة المناسبة التي تمكنهم من الاستمرار بالسيطرات على السلطة في الجزائر وفي السياق نفسه لم تخرج قوى المعارضة الجزائرية الرافضة للولاية الخامسة عن خطاب الشارع حيث رفضت الرسالة المنسوبة إلى المترشح الرئيسي بالانتخابات شكلا ومضمونا داعية إلى تفعيد المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص صراحة على إيجاد خلف لبوتفريقى إذا تعذر استمراره في مزاولة مهامه ويبقى السؤال عن مدى تجاوب النظام الحاكم في الجزائر مع مطالب المتظاهرين هو المعيار لإنقاذ البلاد التي ناجت كما يرى بعض المراقبين مصادفة من وصول الربيع العربي إليها بينما تتصاعد فيها المخاوث من زج المؤسسات الأمنية في مواجهة الحراك الشعبي الذي يتصاعد كل يوم بعدما اقتنع أن الانتخابات الحالية هي أشبه بفخ سيسقط فيه كل مرشح أمام بوتفريقى